السلام عليكم السباح الخير عليكم مرحبا بكم فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير هاد نهار صوبت لكم تساعد يا سكسون منشغال يدي نتمنى الفيديو يعجبكم ونحلكم مع الطريقة ونمقادير لا تساعدوا على شكل ولكن اللي بنا كاينة بسم الله على بركة الله نبدأ باللحمة قدرت لحمة لي في الكوكوت قدرت بصلها مقطعة قدرت شوية ديها تسمن مع القضية السمن وحكيت كوركوما وحكيت سكين جبيرته هواتري وقدرت مليحة وليبزار خليت اللحم كيتقلة كيتقلة مع ذاك البصيلة حتى تتقلة مزيان كيف ما كتشوفوا في الصورة أكاين البوخار سمحوا لي ومن بعد كان نضيف الماء غير من جنيب كان نضيف الماء غير من جنيب كان نقفل عليه من بعد ما قفلت على الحم هادي نمشي للخضراء باشن نقطع الخضراء كيف ما كتشوفوا قطعت ربعا ديها الماطيشات هادي نديرهم في هادك تنجرة ديها السكسون ندير شوية ديها الزيت وهادي ندير لهم داك ماتشة لقطتها كيف ما كتشوفوا ندير معرقة ديها السمن كما كتشوفوا درجوش معرقة ديها زيت البلدية زيت الزيتون ودرت معرقة ديها السمن ودرت شوية ديها السمن وهادي ندير الليب زعر وسكنجبير كما كتشوفوا ندير نص معرقة ديها الليب زعر معرقة ديها السكنجبير وهادي ندير معرقة ديها الخرقوم واني نسيتها هادي نضيفها بالتالي من بعد هادي نستفل الخضرة هادي ندير الخضرة اللي تحتاج طياب اكتر هي اللولة ومن بعد هادي نستفلها شوية بشوية هادي ندير اللفت هو اللول لانه تحتاج طياب اكتر من بعد هادي ندير خيزون ومن بعد هادي ندير البطاطا ومن بعد هادي ندير القرعة الحمرة القرعة الخضرة ما عنديش عندي مقطعة دوابر فقد اضعها مهم انها انا عندي واحد المبدأ في حياتي يعني كان ديباني بدكش اللي عندي لانك جو كون بلك بالا في كان قد يبدك شي اللي عندي وراكم معارفين هنا هي الغربة شحال من الحاجة ما كان نلقعوهاش لانك انا ديما كان ديباني بدكش اللي عندي كما كاتشوفو استفت هادك الخضيرة كما كاتشوفو استفت هادك الخضيرة كاملة وكذلك اللي شو ما عنديش انترت هادو كلي شو دو بروكسل حتى هما تيجيهم زيونين والقرعة خليت هاداك القشرة ديالها باش ما تطبش بزاف وتتحرح اللي في المرقة تنظف ذاك اللي شو تاما القرعة كيفما قلت لكم ما عنديش عندي غير هاكا دوابا درتها ماشي مشكل راكم عارفين الغربة بزاف ديال الحواجي ما كان نلقعوهاش دونك كان حاول ندباني بدكش اللي عندي المهم هي نحافظو على التقاليد المغربية دي عنا وتنحاول ندير شهيوات شحال من حاجة كتكون نقصاني كان حاول ندباني وكندير هادك شهيوات تاناي المهم هادين ديرو الما هادين ديرو الما حتى نغطيو ذاك الخضراء كاملة خسنا الما يعم على ذاك الخضراء كاملة من بعد مني ننضفت الما هادين نشدها هادين خليها تطلع الغليا وحتى تطلع الغليا هادين مشي نوجد سميدة على ما طلع لي الغليا هنايا كيف ما كتشوفو كنضيف هادك الخرقم عني قوت لكم قبيلة كنا خسنا نديرو قبيلة ولكن انا نسيتو عاد كدرتو دابا وهادين نزيد من الفوق ربيطات ديال القصبرو مع دنون ودابا هادين حدر سميدة سميدة ديال دراء موسطى كنعبرة بالكيسان كاس الفرد اي بينا ثلاثة در ثلاثة دل كيسان در سمعي لقا ديال الملحة ودر شوية ديال الزيت وكن بسسها كندهنا هادك سميدة بالزيت ومن بعد كنديرها في الكس كاس باش تفور لي هادك سميدة كيجي غزال تبعوهن ما راح يراها ساهلة من بعد ما طلعت الخضراء الغليا كنديرها هادك سميدة تفور كنديرها تفورش عشر دقايق رادغي ضيق تفور من بعد ذاك العشر دقايق كنزبولها كنديرها فقزها وكن نحلها باش متعجليش كيف ما كتشوفو كنحاول نحل هادك سميدة مزيان كنحلها مزيان ومن بعد كنخبيع ليها جوش كيسان ديال الما نفس الكاس اللي عبرت به يعني عبرت ثلاثة ديال الكيسان انا عادي ندير جوش ديال الكيسان ديال الما كيف ما كتشوفو راما دهنتها مولوني دهنتها الخطرة الاولى وانتو ما كتشوفو راهاز عمال اه سحما ما كتتتشحج كتبقى مفرزة الحمدلله وكتجي بنينة بزاف وصحية هادى سميدة ديال البدرات اجي صحية وفيها واحد البنة زوينة جربوها هادى تعجبكم بزاف بزاف كيف ما قلت لكم هي زوينة بزاف وصحية ما كتشف المعيدة وكتجي خفيفة مشي بحال سكسون اشحال مرة كناكلو من بعد كنحسو بها كيتقن على المعيدة بزاف هادى خفيفة ما كتتقل الى المعيدة ما كتدر متشي حاجة وكذلك مزيانة بالنسبة للناس اللي عندهم الحساسية ديال كما كتشوفو رشيتها بها دك الماء وهادى نخليها تشرب مزيان هادى نخليها وحد خمسة دقايق على ما تشرب مزيان دك الماء ومنين تشرب دك الماء مزيان هادى نحاول انفتتها عو تاني قلت نفتتها ماش نفتتها نحلها منين نحلها مزيان هادى نردها الكسكس وهادى نردها تفور تفورة تانية ما كتحتش بزاف ديال طيب انا تفورة تانية منين كنديرها وحد الخمسة تاش دقيقة تسكن طابت كافية بزاف ارديتها الطيب ودابا هادى نحل على الحم نحل على الحم ها هو ذا الحم طاب طاب طيب الحم وطيب الخضراء بش الخضراء تحافظ على النكهة ديالها والحم هو يحافظ على النكهة دياله وتيجي يزوين هاك نحطه بوحديت ومن بعد ناخد ذا المرقة اللي طب فيها اللحم نزيدها على الخضراء كما كتشوفو زدت هاديك المرقة على الخضراء وفي الاخير منين كي طيب لي منين كي طيب لي منين كي طيب الخضراء وكي طيب الحمو كل شي كنضيف الحموص ها استعملت غير هاد الحموص المعلب ها بتواجد عندي ولكن انتوما من الاحسن استعملوا الحموص العادي حسن دا باسمي دا را طابت لي هادي تفورات تفورات تانية را ها ضغي ضغي طيب البنات عادي ندلها شوية ديال السمن وحدي نحلها عندما كتشوفو كيفاش ضغي ضغي تتحل ويعني ما كتجي لمع الجنال اولو وسهلة بزاف ودابة منين طب كل شي عادي نحطو سكسو نسقيبه وننضيروه في القسعة ما كتشوفو كنديروها قاديك الحفيرة في الوسط قادي نديروه اللحم هو اللول ومن بعد قادي نستفو الخضراء ودابة ديم قا نستفو الخضراء ونرجع لكم نوريكم الشكل نهاي ودابة سكسو جد قادي نستفو في القسعة وستفو الخضراء ما زوينش الدكور ما كاينش بزاف ما زوينش ولكن البنا جابنين جابنين زوين زوين والله جابنين الله يعطني صحة وصعب شكرا راسو المهم هذا هو اسكسو ديالي نتمنى يكون عجبكم ونتمنى تجربوه اللي معمرو جرب هذه الطريقة نتمنى أنها يجربوه ونتمنى تقولولي كيف أشجاكم واش عجباتكم الطريقة او لا لا واش فيتين طيبينها بسميدة واش فيتين طيبينها بسميدة ديالدرا او لا لا اقول لكم شكرا على متابعة هذه الفيديو الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله موسيقى